تفاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إذن السراب المستقيم سراب الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين سورة البطرة مدنية وهي مئتان وخمس وتمالون آية بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون برغيم ويقيمون الصلاة ومما رزق لهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يقنون أولئك على هدى من وبهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من وبهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من وبهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنزلتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم يشاوى ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالي وبالآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نلم بما كانوا يكنذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يقولوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كانوا آلوهم كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شاطينهم قالوا إنما أكموا إنما نحن مستهزئون الله يستعزئ بهم ويمدهم في قويانهم يعمهون أولئك الذين سروا البلالة بالهدي فمعر بحج تارتهم وما كانوا مهددين مثلهم كمثل الذي سوكل نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في غلمات لا يرسلون سم بكم عنهم فهم لا يردعون أو كصيب من السماء فيه غلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوعي حذر الموت والله محيد من الكافرين يكاد البلق يخضر أبصارهم كلما أباء لهم مشوا فيه وإذا أولم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَاكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ الَّذِي زَعَلَى لَكُمْ وَلَرْبَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَدْ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَزَعَلُوا لِلَّهِ أَنْجَادًا وَأَنْتُمْ تَعْدَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي وَيْبٍ مِّنْ مَا نَسَّلْنَا عَلَاءَ مَدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادَعُوا شَهَدَاءَكُمْ وَادَعُوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْدُنِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِكِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَابْتَقُوا الْنَّارَ الَّتِي وَقُودُوا عَلَى الْنَّاسُ وَالْحِذَاءَ وَعِدًا لِلْكِفِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنْ الصُوَرِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ ذَنَّاتِ يَنْتَذَرِهِ مِنْ تَحَتِهَا لَنَهَارُ كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مظهر وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يبرب مثلا ما بعوبة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحك من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويعدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقذون آذى الله من بعد ميتاق ويغضأون ما أمر الله به أي سنة ويفسدنا في رب أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خرب لكم ما في له جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في له خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحملك ونكرس لك ولإني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقول أنبئوني بأسماء ترجمة نانسي قنقر